اشتركوا في القناة دكتور نايف بن فلاح الحجرف وزير المالية بدولة الكويت ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين وسعالت الأستاذ عبد العزيز الرشيد مساعد وزير المالية للمالية الدولية والسياسات المالية نيابة عن معالي وزير المالية بالمملكة العربية السعودية وذلك يوم أمس بالمنامة حيث طلع أصحاب المعالي الوزراء على الإنجازات التي قامت بها مملكة البحرين من أجل تنفيذ مبادرات برنامج التوازن وفق الجدول الزمني المحدد لها مشدين بما تم تحقيقه من نتائج وأصداء إيجابية منذ انطلاق البرنامج في أكتوبر الماضي وحتى اليوم والتي جاءت بفضل العزم الراسخ لدى القائمين على البرنامج بأهمية التنفيذ المتقن لكافة مبادراته ونوه أصحاب المعالي الوزراء بنتائج التقييم الذي قام به صندوق النقد العربي لسير تنفيذ برنامج التوازن المالي والذي خلص إلى وجود تقدم كبير في تنفيذ مبادرات البرنامج وهو ما يؤكد الحرص على تحقيق الهدف المنشود للوصول إلى نقطة التوازن بحلول عام 2022 مشيرين إلى النتائج الإيجابية التي تحققها تنفيذ البرنامج والذي أدى إلى انخفاض العجز الفعلي في النصف الأول من العام 2019 بنسبة 37.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إضافة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 47% خلال نفس الفترة وأبدى معالي الوزراء ارتياحهم من النتائج التي تحقق أهداف برنامج التوازن المالي المنشودة منوهين بالدور المتميز للجهات التنفيذية في مملكة البحرين ومتمنيين لهم التوفيق في تنفيذ مبادرات البرنامج